موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الأساسي في درس جديد بعنوان ضرب عدد من منزلة بعدد من منزلتين طلابي الأعزاء هيا بنا لنبدأ ونتعلم درسنا ولكن قبل أن نبدأ هيا بنا نفكر سويا في حل هذه المسألة للعصفور جناحا يطير بهما فكم جناحا لتسعة عصافير رائعون تسعة ضرب اثنين ويساوي ثمانية عشر جناحا طلابي الأعزاء تعرفنا سابقا بأن الضرب هو أحسنتم الضرب هو عملية جمع متكرر لنشاهد معا هذا المثال في الشكل الظاهر أمامكم يوجد لدينا عشر مجموعات متكافئة في كل مجموعة عنصرين هيا بنا نعبر عن الرسم بمعادلتي كم عنصرا في العشر مجموعات إذن لحساب عدد العناصر في المجموعات العشر نجمع العناصر في جميع المجموعات هكذا اثنان زائد اثنان زائد اثنان ويساوي عشرون والآن هيا بنا لنعبر عن معادلة الجمع المتكرر بمعادلة ضرب كم مجموعة متكافئة لدينا عشر مجموعات عدد عناصر المجموعة الواحدة يساوي اثنان هيا نكتب معادلة الضرب عدد المجموعات ضرب عدد عناصر المجموعة الواحدة ويساوي عدد جميع العناصر إذن جملة الضرب عشرة ضرب اثنان ويساوي عشرون طلابي الأعزاء من يذكرنا بعناصر عملية الضرب؟ ماذا نسمي العدد الأول في معادلة الضرب عشرة ضرب اثنان ويساوي عشرون؟ أحسنتم العدد الأول هو عشرة ويسمى المضروب فيه وهو يمثل عدد المجموعات المتكافئة ماذا نسمي العدد الثاني؟ رائعون العدد اثنان ويسمى المضروب وهو يمثل عدد عناصر المجموعة الواحدة يا ترى ماذا نسمي العدد الثالث؟ أبدعتم العدد عشرون ويسمى ناتج الضرب وهو يمثل عدد جميع العناصر والآن طلابي الأعزاء لنتعلم كيفية ضرب عدد من منزلة في عدد من منزلتين إليكم هذا النشاط ذهبت علا إلى محل العم خالد صانع الأساور والعقود وبعد وقت قصير انتهى من صناعة ثلاثة عقود فسألته يا عم خالد كم خرزة تضع في العقد الواحد؟ فرد عليها العم خالد قائلا اثنان وثلاثين خرزة يا ترى كم خرزة استخدم العم خالد في صناعة ثلاثة عقود؟ هيا بنا نساعد علا لمعرفة عدد الخرزات المطلوبة لصناعة ثلاثة عقود أولا نعبر عن ثلاثة عقود بالرسم من خلال الأجسام الحسابية ثانيا نعبر عن الرسم بمعادلة الجمع المتكرر اثنان وثلاثون زائد اثنان وثلاثون زائد اثنان وثلاثون ويساوي كم خرزة طلابي الأعزاء لدينا ثلاث مجموعات متكافئة هيا نضم عناصر المجموعات الثلاث وتصبح لدينا مجموعة واحدة كبيرة هيا نجمع الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات بعد الضم كم أصبح لدينا في منزلة الآحد؟ رائع ستة آحد بعد الضم كم أصبح لدينا في منزلة العشرات؟ أبدعتم تسعة عشرات إذن الناتج ستة وتسعون طلابي الأعزاء يمكن مساعدة علاء بمعرفة الإجابة باستخدام خاصية التوزيع أي توزيع الضرب على الجمع ثلاث ضرب اثنان وثلاثين ويساوي كم؟ نقوم بتحليل العدد اثنان وثلاثين وكتابته بالصورة الموسعة اثنان زائد كم؟ أحسنتم اثنان زائد ثلاثون هيا نستخدم الخاصية التوزيعية ونوزع العدد الثلاثة على الرقمين الموجودين بين القوسين بالضرب هكذا ثلاث ضرب اثنان زائد ثلاث ضرب ثلاثون ويساوي ستة زائد تسعون إذن ثلاث ضرب اثنان وثلاثون يساوي ثلاث ضرب اثنان زائد ثلاث ضرب ثلاثون ويساوي ستة وتسعون هيا بنا نعبر عن الرسم بمعادلة ضرب مناسبة كم عدد المجموعات هنا؟ رائعون ثلاثة كم عدد عناصر المجموعة الواحدة؟ أحسنتم اثنان وثلاثين هيا بنا نكتب معادلة الضرب المناسبة ثلاث ضرب اثنان وثلاثين ويساوي كم؟ الآن لنركز جيداً لمعرفة ناتج الضرب باستخدام الطريقة المختصرة وهي طريقة الضرب العمودي لنركز جيداً أولاً يجب أن نكتب المعادلة عمودياً بالهامش كما هو موضح بالشكل ملاحظة هامة يجب كتابة العدد صاحب المنازل الأكثر لأعلى والأقل منازل لأسفل ثانياً ثم نبدأ عملية الضرب من أسفل إلى أعلى ونبدأ ثلاث ضرب اثنان ويساوي أحسنتم ستة نضع ستة في منزلة الآحد ثم نعود مرة أخرى ونضرب ثلاث ضرب ثلاث عشرات ويساوي رائعون تسعة عشرات ونضع تسعة في منزلة العشرات إذن ناتج الضرب يساوي ستة وتسعين طلابي الأعزاء لنركز جيداً في هذا النشاط في اليوم الواحد أربعة وعشرون ساعة كم ساعة في ثلاثة أيام لنجيب عن هذا السؤال ما العملية الحسابية المستخدمة هنا؟ رائعون إنها عملية الضرب هيا نكتب جملة الضرب ثلاث ضرب أربعة وعشرون ويساوي كم؟ أولاً كما تعودنا نضرب عمودياً بالهامش ونبدأ عملية الضرب من أسفل إلى أعلى ثلاث ضرب أربعة ويساوي رائعون اثني عشر ماذا نفعل؟ المكان لا يتسع إلا لرقم واحد فقط إذن نضع اثنان بمنزلة الآحد في الناتج ونحمل الواحد فوق منزلة العشرات ثم نضرب ثلاثة آحد ضرب اثنان عشرات ويساوي ستة عشرات ونجمعها مع الواحد الذي تحمله العشرات ليصبح الناتج سبع عشرات إذن نضع سبعة في منزلة العشرات إذن ناتج الضرب يساوي اثنان وسبعين والآن أحبائي الطلبة مع فقرة التفكير والتمييز ومع هذا اللغز أنا عدد زوجي أقع بين العددين أربعة ضرب اثنان وستون وتسعة ضرب ثمانية وعشرون فمن أكون؟ لنؤجل إجابة هذا اللغز إلى نهاية الدرس طلابي الأعزاء انتبهوا معي وركزوا هناك سؤال عاجل أقدر ناتج الضرب ثمانية ضرب واحد وثلاثين يساوي تقريبا كم؟ قبل الإجابة على السؤال من يذكرني ما هو التقدير؟ رائع التقدير هو التقريب لأعلى منزلة إذن هيا نقرب العدد واحد وثلاثين لأقرب عشرة إذن كما تعودنا نضع خطا تحت منزلة العشرات ومن ثم نضع فاصلا بين منزلتي الآحد والعشرات ونسأل الرقم الموجود قبل الفاصل من أفراد العائلة الكريمة أم البخيلة؟ رائع من العائلة البخيلة إذن نضع بدلا منه صفر ولن نعطي العشرات شيئا سيبقى رقم العشرات كما هو وبذلك فإن العدد واحد وثلاثين لأقرب عشرة يساوي تقريبا ثلاثون إذن ثمانية ضرب ثلاثون يساوي مئتان وأربعون أنتم حقا مبدعون والآن مع فقرة ألعب وأتعلم ولعبة كرة السلة هناك فريقان يستعدون للعب اللعبة الرائعة لعبة كرة السلة في الملعب اشترط الحكم على كل فريق قبل اللعب أن يحل معادلة ضرب من هاتين المعادلتين ومن يجيب من كل الفريقين إجابة صحيحة يبدأ باللعب هيا نساعد الفريقين بحل المعادلتين ونبدأ مع الفريق الأول هيا نساعد الفريق الأول في حلها نبدأ عملية الضرب من أسفل إلى أعلى اثنان ضرب خمسة ويساوي أحسنتم عشرة نضع صفر في منزلة الأحد ونحمل الواحد فوق منزلة العشرات ثم نضرب اثنان ضرب ثلاثة ويساوي أحسنتم ستة ونجمعها مع الواحد الذي تحمله منزلة العشرات ليصبح الناتج سبعة إذن نضع سبعة في منزلة العشرات فيكون ناتج الضرب سبعون الفريق الأول استعد للعب هيا بنا نساعد الفريق الثاني في حل المعادلة سبعة وعشرون ضرب أربعة هيا بنا نبدأ أربعة ضرب سبعة ويساوي أحسنتم ثمانية وعشرون نضع ثمانية في ناتج منزلة الآحد ونحمل اثنان فوق منزلة العشرات أربعة ضرب اثنان ويساوي رائعون ثمانية ونجمعها مع اثنين الذي تحمله منزلة العشرات ليصبح الناتج عشرة إذن نضع صفر في ناتج منزلة العشرات وننزل الواحد في ناتج منزلة المئات فيكون ناتج الضرب يساوي مئة وثمانية الفريق الثاني استعد للعب بسرعة والآن لنتعرف سويا إلى حل لغز اليوم أنا عدد زوجي أقع بين العددين أربعة ضرب اثنان وستون وتسعة ضرب ثمانية وعشرون فمن أكون طلابنا الحلوين والآن مع إجابة اللغز إذن العدد الزوجي الذي يقع بينهما هو العدد مئتان وخمسون من أجاب معنا إجابة صحيحة فلنصفق له جميعا بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الرابع الجزء الأول دمتم بحفظ الله ورعايته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر